بشير الشايب من سوريا يقول أنا أعيش في الإمارات هل يجوز لي أن أخذ قرض ريبوي بعدما فشلت في بيع منزلي في سوريا من أجل دفع رسوم الجامعية المستحقة إذا لم أدفع خلال شهر سيوقف أبنائي عن التعليم في الجامعات في دولة أخرى ذكرها طبعا أخوي بشير الشايب من سوريا مقيم في الإمارات بالنسبة لك لا يجوز لك ويحرم عليك أن تأخذ قرض ربويا لأجل دفع رسوم الدراسة لأولادك لأن القرض الربوي لا يلجأ إليه الإنسان إلا في حالة الضرورة والضرورة قال العلماء هي حالة إذا وصل إليه الإنسان هلك أو شارف على الهلاك ولذلك أنت في مثل هذه الصورة التي شرحتها لم تصل إليها والتعليم ليس بالضرورة أن يكمن الأولاد الجامعة ويكمنون كذا هذه قدرتك فاتقوا الله ما استطعتم والربا من أخبث المكاسب لا يجوز لك أن تلجأ إلى مثلي هذا وتصبر وتحتسب الأجر وقد يعني هناك الحمد لله تذهب بهم إلى مدارس مثلا لا يأخذ الرسوم مثلا أو تنقلهم إلى تعلم حرفة من الحرف فكما يقولون في العامية حرفة باليد أمان من الفقر فقد يكون طبعا أمان من الفقر بإذن الله قد يكون هذا الولد يعني يدخل حرفة يصبح من الأغنية وقد يدخل الجامعة ويأخذ شهادة عليا ويبقى فقير فلا بد أن ترضى بقدر الله وما دام الأمور لم تصل إلى درد الضرورة ما تلجأ يا أخي الفاضل إلى الربع طبعا هناك خطوات كثيرة منها الاقتراض مثلا الحسن قرض الحسن منها الدخول في معاملات شرعية مباحة كالمرابحة الموجودة في بعض المصارف الإسلامية مثلا ممكن أما ألجأ إلى الربع لشان أدخل أولاد لا ما يصلح هذا بارك الله فيك